بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنستكمل مع بعض إن شاء الله حساب الNet Area وبنتطرق إلى مسألتين المسألة الأولانية هي Solved Problem 342 من كتاب Professor Salmon الفكرة بتاعتها إزاي تحسب Net Area for an angle unequal angle bolted in different gauge lines وبإذن الله المسألة التانية اللي هي Solved Example 3.5 من Professor McCormack إزاي تحسب Net Area for seat channel bolted برضو in different gauge lines لأن المرات اللي سابقة كنا تعرضنا على الحالة بتاعت البلايدز لكن الحالة دي بتورنينا practical situation في الحساب من مر ما بعض على الحاجات بسرعة بالنسبة لل النومنال strength for tensile member حسب نوعية الكراك إذا كان اللي بيحصل by yielding يبقى الحسبة بتاعت النومنال strength هي f field في area gross والcoefficient بتاع LRFD أو البرامتر بيساوي 9 من 10 والcoefficient أو البرامتر بتاع الأسد هو 1.67 وإذا كان بيحصل split نتيجة الفراكشور المعرر بخط bolt فالحالة بتاعتنا تنسى الrupture فإن الفاي بتساوي 75% والأوميجا بتساوي 2 لكن المعادلة الرئيسية NB nominal بتساوي area net في f ultimate بتقارن تليم من بعض وتاخد أقل قيمة ل coefficient أقل قيمة ل nominal strength وبالتالي أريد أن تحسابها LRFD بشتغل بالفاي أريد أن تحسابها بالASD بشتغل بالأوميجا السلايد اللي هي قيمة yield stress وإنتنسى stress للASTM A36 و572 و514 على التولي الجدول اللي هو جدول 2.5 اللي هو الابلكة بالSTM specification في حالة البلات الشريحة بنفتكر مع بعض الخطوط الجدول لأن الجدول هي عبارة عن الخطوط اللي ماشى معنا 2 الجدول في الحالة بتاقتنا الفيرس الجدول والسكن الجدول بخط البولت في اتجاه الفورس والمسافة الرأسية هي G والمسافة في اتجاه اللود اللي هي الاس اللي هو بيسموها البيتش الشريحة اللي هي لما يكون عندك أنجل سواء كانت equal أنجل أو unequal أنجل الخارجي لليج الزاوية لغاية خط البولت لين وبيسمح لك بخط واحد المسافة دي G وتمثل بتلاتة ونص وأما في الطول الطويل فعندك تقدر تحط صفين من المسامير البعد الصف الاولاني اللي هو الجدج دستانس G واحد المسافة بتاعته بتساوي اثنين وربع وأما الصف التاني في HG 2 بتساوي اثنين ونص الشريحة بعد كده إزاي تقدر توصل للسيكشن عشان تجيب البروبرتس بتاعته ونشوف الاريا والdimension سواء كان W أو C أو أنجل فبيبتدي بتيبل واحد واحد white flange shapes والm shapes من أول 31 صف في المانيول صف 30 صف 32 32 بداية 32 بيديك S ship والhp اللي هو بتاع Biles sections والc channel من أول 1 36 والmc من أول 1 38 أما الangels فالصفحة بتاعتها بتداء table 42 في المقى وضوع مهم إزاي تقدر تحسب إزا خط زيجزاق خط زيجزاق فالS سكوير على 4G اللي هو القانون بتاعك تحسب S إزاي و G إزاي في حالة زاوية زا اللي احنا هنتطرق إليه إن شاء الله في المسائل ف سالمون رسم section وبيقول لك dimension بتاع الزاوية لو افترضت إنه G A بالنسبة للجزء الصفلي G B للجزء الصفلي و G A للجزء العلوي للخط المسامير فهو بيقول لك أنا بحسب من along the center line فكأن عشان تحسب المسافة تتحول الزاوية دي إلى plate فكأن أنت بتفتح الزاوية الزاوية وحولتها إلى plate فالمسافة بين الخط بتاع الجزء الصفلي والعلوي ستبقى تمثل المسافة G A زي G B minus T على 2 minus T على 2 فكأن في الآخر تتحول G A زي G B minus T حيث T هي السماكة بتاع الزاوية إن شاء الله نستكمل في المرة المقبلة بما شئة اللي نستكمل مع المثال المحلول أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر